اللي أنا فهمته واللي وصلني أن يبدو أن أيمن نور كان له علاقة غير سوية علاقة شمال مع منفذ أو منافذ أو جمالك بورسعيد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك النائب البرلماني في 2014 طلع مع توفيق عكاشة في برنامجه وقال أيمن نور جمع الملايين من تجار بورسعيد من خلال علاقاته بالجمارك مين اللي قال كده؟ العهد على المستشار مرتضى منصور النائب البرلماني قال هذا كلام معلن أن أيمن نور جمع ملايين من تجار بورسعيد نتيجة علاقة أيمن نور بالجمارك الكلام بيفسر بعضه أيمن نور بيدافع عن جمال عبد العظيم وبنفتكر إحنا بندور فالإعداد عندي أنا بشكرهم جدا وقال أن أيمن نور كان زعيم حزب غادة ثورة في حينها خاين للبلد وصفوا أنه خاين للبلد وأنا طبعا بضم صوته لصوته وقال منصور خلال حواره ببرنامج مصر اليوم مع الإعلامي تطبيعه كاشة في حينه أن أيمن نور استغل فترة تواجده في البرلمان وتمتعه بالحصانة لتهريب المخدرات لأحد أقاربه منوها أنه جمع أموال طائلة وأضاف رئيس نار الزمالك أن أيمن نور جمع الملايين من تجار برسعيد من خلال علاقته بالجمارك خاصة أنه في البرلمان كان مهتما باستجواب وزير المالية بصفة مستمرة من أجل تخويف العاملين بالوزارة الأمور بتوضح المصالح بتتصالح أيمن نور كان يهرب المخدرات عن طريق منفذ أو منافذ برسعيد كان بيجمع الملايين من تجار فازدين مشان اللي بقول ده مرتبط منصور بيقول هذا الكلام ويطلع يقدر يقول هذا الكلام أفضل من أي مشاكسات أخرى أنا أربط وأقول للمشاهد الكريم أنه بلدنا أولى بالعقل والمنطق والحق مهما كان الحق مر وإحنا كمشاهدين أو كمتابعين أو كإعلاميين لن ننتصر إلا للمعلومة الحقيقية